السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات أهلا بكم في حلقة جديدة تكملة لحلقات الترانزيستور ثنائي القطب حلقة اليوم نتحدث فيها عن نقطة العمل أو النقطة الساكنة نقطة العمل هي وهي زوج من القيم التي تمثل جهد وتيار الخرج وعلى ميزة خرج الترانزيستور يرتبط تحديد نقطة العمل بالطريقة التي يراد أن يعمل الترانزيستور فيها فإذا كان الهدف هو عمله كمضخم للإشارات الصغيرة فإن اختيار عناصر الدائرة يجب أن يحقق نقطة ضمن المنطقة الفعالة أما إذا كان الهدف هو عمل الترانزيستور كقاطع إلكتروني فإن اختيار العناصر يجب أن يحقق نقطة عمل تنتقل بين منطقتين القطع والإجباع يتم تحديد نقطة العمل من خلال تحييز وصلتي البي ان في الترانزيستور وتشمل عملية التحييز اختيار قيم العناصر الإلكترونية التي تجعل من نقطة العمل في الموقع المناسب الذي يتوافق مع غرض الدائرة تحديد نقطة العمل أو تحديد موقع نقطة العمل هو معرفة إحداثياتها الديكارتية وذلك على مخطط ميزه الخرج على ميزة الخرج الخاصة بالترانزيستور ولتحقيق ذلك يجب دراسة دائرتين الدخل والخرج وحسب إعدادات الوصلة المستعملة وحساب وإيجاد معادلة طيار الدخل والمعادلة التي تربط جهد الخرج بطيار الخرج ثم حساب هذه القيم من أجل قيم محددة للعملين ألفا وبيتا وأيضا لعناصر الدائرة المستعملة ولتحديد نقطة العمل الخاصة بالترانزيستور تم تحييزه تتبع الخطوات التالية أولا دراسة دائرة الدخل وحساب طيار الدخل وذلك باستخدام قانون كيروشوف الثاني ثانيا تحديد الخط البياني المتوافق مع قيمة طيار الدخل في ميزة الخرج إذا كانت قيمة طيار الدخل أصغر من الصفر فالترانزيستور عفوا في منطقة القطن وأما ثالثا فهي دراسة دائرة الخرج وإيجاد العلاقة بين طيار الخرج وجهد الخرج وذلك باستخدام قانون كيروشوف الثاني وتكون هذه المعادلة من الدرجة الأولى أي أنها تمثل مستقيما في المستوى الديكارتي رابعا رسم المستقيم السابق على ميزة الخرج ويسمى خط الحمل وهو Load Line وهو مستقيم يربط بين الجهد الخارج وأعظم طيار خرج ممكن أن يكون موافق خامسا نقطة العمل وهي نقطة تقاطع خط الحمل مع الخط البياني المتوافق مع قيمة طيار الدخل تحديد منطقة العمل يكون لعمل الترانزيستور ضمن الدائرة الإلكترونية حدود فيزيائية لا يمكن تجاوزها تحدد هذه الحدود منطقة عمل تسمى منطقة العمل الخطية فإذا كانت نقطة العمل ضمن المنطقة الخطية يكون التشوه في الإشارة صغيرا أو معدوما أما إذا كانت نقطة العمل في المنطقة غير الخطية فإن تشوه الإشارة أو تشوه الإشارة يكون كبيرا وقد تتسبب شروط العمل في المنطقة غير الخطية ضررا دائما في الترانزيستور إن أقصى طيار خرج يمكن أن يتحمله الترانزيستور ويحافظ على الخاصية الخطية هو طيار الخرج الأعظمي في حين تكون قيمة أدنى طيار في المنطقة الخطية هي طيار التسريب العكسي والذي يتحدد حسب إعداد الوصلة أما أدنى جهد خرج في المنطقة الخطية فيسمى جهد الإشباع وإذا كانت قيمة جهد الخرج أقل من هذه العتبة فإن الترانزيستور يعمل في نمط الإشباع أما أقصى جهد خرج للترانزيستور من أجل الحفاظ على نقطة العمل في المنطقة الخطية فيسمى جهد الخرج الأعظمي وتتحدد قيم هذه العتبات في ورقة بيانات الترانزيستور بالإضافة أيضا لشرطين السابقين لا يمكن أن يبدد الترانزيستور استطاعة حرارية على أعلى من حد معين وعادة ما يتم تحديد هذا الحد من ورقة بيانات العنصر على أي حال فإن جميع النقاط في ميزة الخرج التي تحقق العلاقة السابقة تشكل حدا علويا لمنطقة العمل الخطية هكذا تكون نقطة العمل وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر